اشتركوا في القناة وضمنت كل تمرينات الفوكابلاري اللي موجودة في الستودنس بوك احنا رح الان نشتغل الجزء الثاني من تمرينات الفوكابلاري رح نشتغل الخمس تمارين موجودة في الورك بوك الى ان القاكم في بارت ثري صح ولا لا فاحنا اتفقنا انه هيكونوا ثلاث حصص فهي الحصة الثانية من السلسلة يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم نفتح الورك بوك نحضر حالنا ونبلش فوكابلاري write the name of the sport choose from the sports in the box يعني بلن نكتب اسم الرياضة بلن نكتب الفراغات والرياضة اللي بلن نكتب اسمها بلن نختارها من البوكس one word is not needed كلمة واحدة منهم ما بنحتاجها هذا التمرين workbook page 20 صفحة 20 exercise 1 التمرين الاول this sport is practiced اه قبل خلينا نشوف تما الرياضات شو هم احنا حكيناهم فوق في الجدول لكن نعيدهم cycling اللي مش متذكر يكتب cycling اللي هي الدراجات الهوائية ركوب الدراجات الهوائية tennis من اسمها tennis basketball اللي هي كرة السلح rugby نفس الاسم rugby athletics ألعاب القوة sailing الإبحار يلا this sport is practiced on a bicycle هاي الرياضة يتم ممارستها على الدراجة الهوائية cycling الأولى number two this sport takes place on water هاي الرياضة بتصير على المي ايش واحدة منه بتصير على المي sailing حكينا اللي هي ايش الابحار sailing number three this team sport لما يقولك team sport معناها رياضة تلعب بفريق this team sport uses a ball هاي الرياضة فيها فريق بيستخدموا كرة but there is no net ما في شبكة and the ball is oval والكرة ما لها بيضاوية الشكل شرحنا عنها كثير وحكينا اللي هي ايش rugby number four this sport uses rackets هاي الرياضة بتستخدم المضارب a small ball كرة صغيرة and a net شبكة مضارب وشبكة وكرة صغيرة اجتمعت شروط كرة التنس number five this is a team sport حكينا team sport معناها ايش رياضة تمارس من خلال فريق with a round ball في كرة مالها كرة عادي كروية الشكل and a net وشبكة إذا ما في عنا فريق وكرة وشبكة هل هي ألعاب القوة لا مش ألعاب القوة اللي هي ايش basketball كرة تسل تمام التمرين كان ايش سلس نيجع التمرين اللي ورا read the text below اقرأ النص الموجود عنا and then complete it with the words from the box وبدنا نكمله من الكلمات الموجودة فيه البوكس one word is not needed فيه كلمة واحدة ما حنحتاجها this one workbook page 21 exercise 5 نفتح ونتبع ونحل increase معناها يرفع بترفع مش بترفع physically يعني انت بترفع لا بترفع من شيء معين من خلينا نقول زي بترفع ضربات القلب بتزيد يعني يزيد increase معناها يزيد اوكي يزيد aerobic اللي هي خلينا نحكي العاب اللي هي القوة والجنباز وما إلى ذلك وهي كلها achieved اللي هي aerobic نرجع ال aerobic اللي هي الله مستحسنه محمد العاب أنا ناسي كلمة العاب هي الألعاب اللي بترفع من مستوى ضربات القلب achieved ينجز ينجز او يتم إنجازه take part يشارك يشارك cycling حكينا عنها كثير اللي هي درجات الهوائية ركوب درجات الهوائية البسكليتات relaxed معناها ايش مرتاح او مستريح warm up معناها احماء احماء تمام؟ لما يقول واحد بيحمي warm up يلا هل بتعرف قديش مطلوب تمرين من المراهقين هاي الأيام well it's quite surprising هالأمر مفاجئ according to the latest medical research بناء على آخر اللي هو تقرير طبي young people need to فراغ their heart rates for 20 minutes الشباب لازم فراغ ضربات قلبهم لعشرين دقيقة at least three times a week ثلاث مرات في الأسبوع اقل شيء حكينا عنها فوق اللي هي increase يزيدوا أو يرفعوا من مستوى ضربات القلب عندهم أو نبض القلب عشرين دقيقة على الأقل ثلاث مرات في الأسبوع هذا الشيء رح يتم فراغ من خلال أو بواسطة المراهقين خاصة إذا هما بيروحوا على المدرسة ماشي ودائما وأبدا بخلوا سرعتهم كويسة اللي هي will be achieved سيتم إنجازه هذا الشيء سيتم إنجازه من معظم المراهقين تمام according to the experts بناء على الخبراء the best form of exercise is aerobic أفضل شكل من أشكال الرياضة للأرابيك حكينا اللي هي الألعاب الحركية أرابيك الألعاب الحركية أرابيك exercise includes شو هي الأرابيك exercise شو هي الألعاب الحركية شو بتتضمن sports رياضات such as running زي الركض هذا الشيء مهم يا جماعة نعرف شو هي رياضات اللي بتندرج تحت الأرابيك الألعاب الحركية running للركض فراغ and swimming والسباحة شو في عندنا رياضة فوق بترفع من ضربات القلب cycling صح ولا لا فبنحط ايش cycling فأشكال الأرابيك عنا running cycling و swimming when we فراغ in aerobic exercise we improve and develop our muscles and our bone strength لما إحنا في الألعاب الحركية بنطور من قدرتنا أو قدرة العضلات عنا قوة سوريا قوة العضلات وقوة العظام شو هي when we take part يعني لما إحنا نشارك لما نشارك في الرياضات الحركية بنرفع من قوة العظام والعضلات المعلومات جدا مهمة ركزوا فيها عشان تمرين الجاي حنحتاجها we also feel happier and more afterwards يعني إحنا بعد ما نخلص الرياضة بنشعر بسعادة أكبر وإيش وراحة أكبر صح ولا لا فمنحكيش relaxed بنشعر إن سعداء ومرتاحين أكثر the most important thing when you exercise أهم شيء لما أنت تتمرن is to avoid injury إنك تتفادى الإصابة injury معناها إصابة avoid معناها يتفادى so إنك تتفادى الإصابة if you start with a فراغ exercise إذن أنت بتبدأ بتمارين قبل ما تبلش دائما وأبدا شو الواحد بيساوي قبل ما يفوت يلعب كرة قدم بيحمي صح ولا لا so if you start with a warm-up warm-up اللي إحماء تمارين إحماء warm-up exercise such as stretching تمارين الإحماء إيش هي اللي هي الإطالات تمارين الإطالة اللي وتلاقيك زي هيك مبلش صح ولا لا تمارين الإطالة to help blood flow to your limbs حتى تساعد هاي تمارين الإطالة شو بتساعد بتساعد الدم إنه يتدفق لأطرافنا اللي إيدين والرجلين end with a warming down exercise برضو انهي التمرين تبعك بتمرينات يعني بعد ما تعمل تمارين الإحماء بتبلش إما تركض درجات هوائية أو تسبح بعد ما تخلص التمرين الرئيسي تاعك برضو بتعمل تمارين اللي هي عكس تمارين الإحماء اللي هي تمارين بتخلي حرارة الجسم أقل exercise like walking زي المشي the main thing to remember is this if it hurts stop الشيء الرئيسي لازم واحد يتذكره إذا صار فيه إصابة إذا صار فيه وجع على مستوى الجسم بجزء من أجزاء الجسم وجع غير مألوف وقف تمام هذا بالنسبة لي هذا التمرين نكمل على هذا التمرين عشان ما ننساش read the text again نقرأ النص اللي قرأناه الآن and choose the correct answer من multiple choice بدنا نختار الجملة أو الجواب الصحيح بناء على ما ورد في النص workbook page 21 exercise 6 هذا التمرين السادس في الworkbook صفحة 21 teenagers need to exercise for 20 minutes at least 3 times a week بدهم يتمرنوا أقل شيء 20 دقيقة ثلاث مرات في الأسبوع المراهقين number two the best form of exercise is أفضل شكل من أشكال الرياضة أو التمرين اللي هي إيش حكينا Arabic warm up warming down stretching and walking Arabic تاني للwarm up هذا الإشي اللي بعملوا قبل Arabic warming down بعد Arabic stretching and walking هذا شكل من أشكال warming down number three examples of Arabic exercise are أمثلة من أمثلة الإلعاب الحركية Arabic شو حكينا عنهم stretching أكيد لا stretching مش منهم فأول ما شف stretching غلط walking برضو walking لا هذا warming down walking فغلط برضو عندي هون walking و stretching غلط فشو ظل عندي running اللي هو الركض وال swimming اللي هي السباحة number four aerobic exercise improves تمرينات الـ aerobic شو بتزيد عنا شو بتطور عنا حكيناها muscles and limbs هل بتطور العضلات والأطراف لا مش الأطراف bone strength قوة العظام آه بس لسا بتطور كمان شغل فلذلك هاي معلومة منقوصة muscle and bone strength بالضبط اللي هي قوة العظام والعضلات هي هاي الصحيحة اوكي number five to avoid the risk of injury you should حتى إحنا نتفادى خطر الإصابة شو بنعمل start and end with special exercises تبدأ وتنتهي ب special exercises بتمرينات خاصة لا ما حكينا تمرينات خاصة كان الموضوع أبسط من هيك you must stretch stretch ايش حكينا stretch يعني اللي هي الإطالات الإطالات صح ولا لا اللي هي هون ممكن صح لكن معلومة منقوصة go for a walk بس go for a walk لا do a warm down exercise هي هاي اللي إن نعمل تمرينات اللي بتبرد الجسم أو بتنزل حرارة الجسم عشان العضلات ما يصر فيها انقباضات أو صر فيها إصابات write the following sports and events in the correct list بدنا نكتب اللي هي السبورتز الموجودة عنا هون والأحداث الرياضية بنا نحطها ب إما نصنفها يا aerobic ألعاب حركية أو warm down أو warm up لإحماء أو لwarm down موجود هذا التمنع لنا الworkbook page 21 في الصفحة 21 تمرين number 7 تمرين السابع في عنا swimming stretching walking running cycling حكناهم كلهم معانيهم فوق aerobic هاي مجاوبين لكم يوم aerobic عنا swimming لسباحة running الركض cycling العاب الدرجات الهوائية warm up و warm down عنا stretching اللي هي الإطالات تمرين الإطالات walking اللي هي المشي آخر تمرين في هاي الحصة write the names of the venues بدنا نكتب أسماء هاي القاعات أو الأماكن اللي بنشغل عليها في الرياضة use the words in the box نستخدم الكلمات اللي في البوكس one word is not needed كلمة من الكلمات غير مطلوبة شايفيني جماعة خير دائما عبدان متحيجون في الامتحان أو في التمرينات في الكتاب تقرؤوا السؤال زي ما أنا قارقوا بتحللوا زي ما بحللوا جملة جملة بيتحلل من البداية إلى النهاية ما صدف أني أنا قرأت نصف سؤال جاوبت صح ولا لا لأنه فهم السؤال هو نصف الإجابة إذا الواحد فهم السؤال شو بده وكل كلمة فيه شو معناها وشو مطلوب منها بيعرف يجاوب بالطريقة الصحيحة أوكي هذا التمرين من وين workbook page 22 exercise number 9 court حكينا معانيهم lake stadium track pool pitch أول واحد شايفينه سانتياغو برنابيو لمحبين ريال مدريد مثل حالاتي هاي مكتوب عليها ريال مدريد أفضل نادي في العالم هي مش مكتوبة هاي بس أنا حكيتها طيب سو هذا الملعب عليك جنن يشبه ملعب آه ما علينا سو هذا الملعب جماعة الخير ملعب مين ملعب ريال مدريد شو بنسميه stadium stadium دائما الملعب اللي بيكون فيه متفرجين بالطريقة هاي بينحكاله stadium أوكي زي مثلا ملعب عمان الدولي stadium زي ملعب عشان جماهير برشلونة ما يزعلوش الكامبنو هذا بيكون stadium زي ملعب أول ترافورد لجماهير منشستر انايتد هذا stadium زي ملعب لقويسمة هذا stadium زي ملعب الرمثة stadium أوكي أي مكان فيه أي ملعب كبير وبيكون فيه متفرجين مكان للمتفرجين stadium بيسمو أوكي number two number two هذا يوسيم بوت ركض عليه لما هلك اللي هو إيش track مضمار للركض number three هذا ملعب برضو الله الله هذا ملعب كمان بس هال ملعب ماله ما في مكان للمتفرجين صح ولا لا زي اللي منحجز فيه ومنلعب مثلا هذا بيسمو pitch حكينا عنه صح ولا لا نيجع الصور اللي تحت آه هاي شو بحيرة صح ولا لا lake وآخر واحد ملعب كرة تنس قلنا الملعب الصلبة اللي بتكون في قاعات شو بنسميها court وهيك يا جماعة بنكون أنهينا الحصة رقم اثنين من تمرينات الفوكابلوري اللي مرتبطة بالوحدة الثالهضاية اللي عندنا حصة فقط وحيدة وبننهي بعديها unit الثري وبننتقل لأ unit 4 الله يعطيك العافية بنشوفكم الحصة الجاي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم اشتركوا في القناة